السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعيني للأعزاء في قناة ناني لايف إزايكم عاملين إيه؟ يارب تكونوا بصحة وسعيدة وسلام إن شاء الله النهاردة بناء على تعليقات كتيرة جدا كانت بتجيني بيسألوا المتابعين بيسألوا على إيه هو التعلق وفك التعلق بيعمل فينا إيه؟ وهل التعلق بيعمل إيه في أجسادنا؟ وإيه الهدف من فك التعلق؟ وإزاي نقدر نتضرب على فك التعلق؟ كل ده إن شاء الله هجاوبكو عليه النهاردة في الأوديو بتاعنا بس ياريت قبل ما ابتدي ما تنسوش اللي مشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل القرز لكل ما تنسوش اللايك الجميل إذا عجبكم في الفيديو إن شاء الله نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي طبعاً أنتوا عارفين كويس جداً أن كل إنسان لينا له طاقته ولو زبزباته الخاصة بجسده فطبعاً لازم تعرفي هنا أنه لما بيحدث تعلق بالشخص الآخر سواء كان زوج أو صديقة أو أخت أو ابن أي ما يكون هو طبيعته إيه معاكي أو خطيب يعني أي شخص عموماً في حياتنا ممكن نبقى متعلقين به زيادة عن اللزوم وممكن برضو تعلقنا برضو أيضاً بالأشياء والأهداف اللي بتحيط بنا يعني أي شيء أو هدف أنت بتبقي حوالين منك أن أنت تبتدي توصلي له فطبعاً من هنا بتبدأي تدخلي في طاقتهم آه هتقولي لي إزاي بدخل في طاقتهم آه بتخشي في طاقتهم بتخشي في طاقت الشخص أو اللي حوالين منك اللي أنت قريدي متعلقة به وده طبعاً بيسبب إزعاج وألام للشخص ده بيسبب له فعلاً ألام منك جمدة جداً لأن أنت قريدي دخلت على طاقته تمام؟ بالنسبة للأشياء والأهداف طبعاً اللي بيحدث بعد بتعلقك بيها بيحدث أن أنت قريدي بتبعد هي عنك يعني بعد ما بنتعلق بحاجة دايماً يقولك إيه الحاجة لما بتجري وراء أو تبقي متعلقة بيها فهي بتجري منك ما بتوصليش ليها أو الشخص بيهرب منك ما بتقدر يشتوصلي له فهي كده دايماً لما بيبقى فيه شيء أو هدف أحنا متعلقين بي زيادة عن اللزوم بيبعد عننا وبسبب التعلق ده طبعاً بتصبح المشاعر بتتحول لأمراض جسدية ومرض لينا بعد مرور الوقت ربنا يشفينا ويعفينا جميعاً وطبعاً ده بينعكس على طريقة تفكيرك أنت كمان يتنقل للمحطين اللي حوالين منك بعد كده هتلاقي نفسك بتحب استيطرة وهتلاقي نفسك بتحب التحكم في الآخرين وهنا بتعرفي أنك خرقتي عن القوانين الربانية والقوانين الكونية اللي منها الراحة والاستشفاء والانسجام بحياتك عموماً وهتلاقي الظروف والمواقف كلها والمشاكل كترة عليك بطريقة رهيبة ومحبطة للغاية وفي بعض الحالات طبعاً في ناس بتمرد لأنها متعلقة بأشياء وأشخاص تقتهم ممكن تكون سلبية عليك ولازم هنا تقرري أنك لازم تبدأي بنفسك وتهتم بنفسك علشان تستمتعي بحياتك وتأخذي قرارك بفك التعلق أول ما تحسي بكده لازم تأخذي قرارك بفك التعلق وتعرفي أن تكون والأشياء جاية مسخرة من أجلك من أجلك أنت علشان تبدأي تعيشي في حرية وسلام داخلي وعشان تعرفي ذاتك وهم كمان يعيشوا أحرار يعني حتى الشخص اللي أنت بتبقي متعلقة به هو كمان يعيش حر ويبدأ أنه هو يقرر لحياته لوحده وتعيشوا في سلام داخلي طيب إيه هو الهدف من فك التعلق أو ارتبطنا أو فك ارتبطنا بشخص معين أو حتى تعلقنا بشيء ما هو أنك تتحرري من كل المشاعر والأحاسيس اللي بتخليكي أسيرة للشخص ده أو للشيء ده علشان تقدري توصلي لذاتك يعني تقدري توصلي لذاتك وتقدري توصلي بمصدر الوعي والنور من عند الله طبعا الهدف من فك التعلق أنك تنمي سقطك بنفسك ربنا خلقنا وعطانا صفات جميلة جدا وخلاكي يعني خلى الصفات دي تقدري تخلي نفسك أن أنت واثقة من نفسك بيها يعني صفاتك الجميلة دي اللي ربنا مدهالك بيخليكي أن أنت تقدري بيها تكوني واثقة فعلا من ذاتك ومن نفسك ولابد أنك تؤمني أن بدخلك قدرات إبداعية جميلة ملهاش حدود وأنها هتبهرك حتى أنت شخصيا لما تكتشفيها فعلا هتبهركه بس أنت بدأي يكتشفيها فيكي بدأي يعملي شيء بتحبيه بدأي تعملي شيء أنت بتبدعي فيه حتى لو طبخة حتى لو كيكة لو طرطاية أي حاجة أو مشروع صغير تبدأي تعمليه أو فكرة جديدة كانت في دماغك أو أنت بتحبي إيه هل بتحبي مثلا سماع الموسيقى هل بتحبي الفنون هل بتحبي الرسمة إيه اللي أنت بتحبيه تبدأي تعمليه وتنجزي فيه ولما بتنجزي فيه لازم تحاولي أن أنت تكافئ نفسك على اللي أنت حققتيه ده أكافئ نفسي؟ آه تكافئ نفسك وتحتفلي بنفسك كمان اشتري حاجة بتحبيها أي شيء حتى رخيص التمن مش مشكلة المهم أنه هو بيساعدك المهم أنه هو حاجة بتبسطك من جواك لازم كمان نحاول نسامح الناس سامحي نفسك سامحي الناس اللي حوالين منك وسامحي كل ما نخطأ في حقك قبل ما يعني قبل ده كله مش هقولك مرة واحدة ممكن تسامحي الناس كلها لأن احنا بشر طبعا احنا مش ملائكة ولكن بالتدريج حاولي حاولي أن أنت تسامحي الآخرين مش هقولك لأ مش قادرة فيه ناس تعانوني فيه ناس جرحوني جامد جدا حاولي حاولي أنا بقول حاولي حاولوا أن أنتوا تقدروا توصلوا للتسامح لأن التسامح ده حاجة مهمة جدا علشان العقل الباطن ما يفضلش مخزنها وكل شوية يطلع لكم وفتقات سلبية ليكم هتقولي لي طب وليه أسامح وإيه فايدة التسامح بالتعلق هقولك إيه فايدة التسامح بأن أنت تفك التعلق لأن أنت النهاردة لو مثلا لو أنت متعلقة بشخص والشخص ده بيباد عنك لأنه هو قريدي أنت متعلقة به جامد جدا ودخلة في حياته ومسيطرة على حياته وبتحاولي تتحكمي في حياته طبيعي أنه هو بيهرب من الإحساس ده وبيهرب من الشعور ده فلما هيهرب من الإحساس والشعور ده أنت بتيجي بتجرحي بتحسي بجرح بتحسي أن لأ أكرمتي سامحي عشان كده بنقول لأ التسامح فيه ناس كتير جدا زي علاقات طواقم الشعلة بيهرب بدون سبب هنا بنقدر نقول لازم نسامح ولازم نعفو عن الأشخاص دي التسامح حلو جدا جدا لنفسنا رقم واحد وللآخرين رقم اتنين لازم تسامحي الآخرين وتسامحي نفسك أولا علشان تقدري توصلي إلى أنك تفق التعلق بسلاسة وتعيش حياتك سعيدة دي كلها خطوات لفك التعلق طيب إيه تاني لفك التعلق حرري نفسك من القيود اسمحي نفسك بالتحرر منها برضو حرري الآخرين اللي أنت متعلقة بيهم اسمحي لهم يعيشوا بسلام وإنت كمان تعيش بمحبة وبسلام كل يوم ابدأي يومك بابتسامة وسعادة جديدة ابدأي الصبح تحكي اه تحكي ابتسمي مش مهم فيه إيه حوالين منك أو أنت هتخرجي للشغل فيه إيه أو لدراستك فيه إيه لا ده أنا عندي شغل كذا لا خالص بالعكس ابدأي يومك سعيد أول ما هتبدأي يومك بابتسامة وبسعادة وصدقيني أول ما هترددي ده أن يومك النهاردة جميل وهيبقى مبهج وهيبقى سعيد ليكي هتلاقي السعادة في يومك ابدأي يرددي دايما قبل نومك أن كل شيء جديد في حياتنا بيتطلب مننا الانتباه له وأن احنا الرعي وأن الوقت برضو وأنه برضو محتاج وقته ومحتاج مراعية علشان نقدر أنه ينمو بداخلنا أن الشيء الجديد ده ينمو بداخلنا علشان يعني أن نوصل للسلام ونوصل للحب ونوصل أن احنا نعيش في سعادة ردديها كتير دي قبل ما تنامي رددي كتير جدا أن كل شيء جديد في حياتنا هو بيحتاج منك وقته وبيحتاج منك مراعية زي الزرعة كأنك بتحطي بزور علشان تزرعي زرعة الزرعة دي وانتي بتحطي البزور دي في الزرعة مثلا في الانية بتاعت الزرعة أول ما بتحطي البزور دي بتبتدي تراعيها بتبتدي تشفيها إمتى ممكن تخرج للشمس إمتى ممكن تكون في الدل إمتى ممكن تسقيها إمتى ممكن ترشيها يعني بترعيها بتاخد وقت عبال ما بتنمو هكذا فك التعلق بيبقى كيدا برضو يعني مش فك التعلق إن احنا نعمله أسبوع أسبوعين وخلاص نوقف لا خالص بالعكس ويعترفي قدام نفسك إنك تستحقي كل شيء جميل وإن كل شيء مع الله سوف يأتيك بسهولة يعني كل شيء جميل فعلا هيجيلك من عند ربنا بسهولة ويسر زدقوني والله الأسكار ما تنسوهاش الصلوات ما تحاولوش تتقاصوا عنها في نفس الوقت برضو لو لقيت اللي حاولين منك لو لقيت أشخاص متعلقين بك قوي حاولي ترشديهم لفك التعلق علشان يسقوا في أنفسهم علشان ياخدوا الثقة في نفسهم وعشان يخرج من طقتك انت كمان عشان يتحول لطقت جمع بدل طقت فرض يبقى لطقت جمع من الناس يعمل أعمال مشتركة أعمال خيرية بيحب ألعاب معينة يبتدي يخش فيها يلعبها خروجات في أماكن طبيعية ومناظر طبيعية اخرجوا للطبيعة الطبيعة دي كمان مهمة جدا اخرجوا واستجامع من الناس حاولوا أن انتوا تخرجوا يعني يبقى فيها بهجة وسرور لي كل الناس اللي بتساعدكم مش الناس اللي عندهم طاقة سلبية ابعدوا تماما عن الناس اللي عندهم طاقة سلبية حاولي تركزي على نفسك كويس جدا حاولي أن انت تعتني بيها دلعيها دلعيها وكفئيها وفراحي نفسك علشان تعرفي تدي اللي حواليك اللي حوالين منك مشاعر وحب بدون قيود وشروط ده الحب لا مشروط علشان توصلي للمرحلة دي لازم تعتني بنفسك أولا دربي نفسك أن الأشياء اللي حوالين منك أن كل الأشياء اللي حوالين مننا هي مسخرة لنا علشان نستفيد منها مش علشان نتعلق بيها دربي نفسك أن الأشخاص اللي بحياتك وليهم مكانة بقلبك أنهم يساعدوك على التطور الروحي والإنساني علشان تتعلمي من خلالهم قوة الوجود في الحياة مش علشان أن أنت تعودي عايشة في مشاعر سلبية وأحسيس سلبية طيب هنعمل التمرين إزاي؟ هنعمل التمرين قبل ما تنامي مثلا بحوالي عشر دقايق خمستاشر دقيقة أنت هتسترخي تماما وكل جسدك يكون مسترخي وحاولي تخدي تنفس الشهيق والزفير ببطء يعني خلي الشهيق أبطأ من الزفير حاولي أن أنت عشان في ناس كتير جدا بيعملوا الشهيق والزفير خطأ حاولوا أن الشهيق دايما البطن ما تخشش فيه للداخل ما تكونش الشهيق ما يكونش للداخل تمام؟ حاولي أن أنت الشهيق تكون أثناء الشهيق يكون البطن للخارج تمام؟ والزفير أقل منه يعني حاولي أن أنت تخرجي الزفير أقل بكثير من الشهيق هتقرري الشهيق والزفير قرريهم ببطء جامد جدا أنا بقول لتبقوا مسترخيين بحيث أن انتوا ما يبقاش وراكوا حاجة برضو الموبايل ما يبقاش جنبكوا حاجات كهربائية كتير تشغلكوا لأ فاهمين ممكن تسمعي ميوزك هادي ممكن موسيقى كلاسيك تكوني انت بتحبيها تمام بحيث أن انت تقدري تسترخي تماما وتركزي كويس جدا مع الشهيق والزفير عندك وانت بتقرريها علشان لغاية ما تحسي بالاسترخاء التام لجسدك تحسي ان انت مسترخية تماما وطبعا تكوني مغمضة عنيكي طيب أول حاجة هنعملها هتحطي نيتك تكون نية قوية جدا بفك الارتباط سواء بشخص ما أو بشيء ما تقرري بقوة انك تقدري تتحرري من هذا الارتباط أو التعلق وتسمحي للمشاعر والأحسيس السلبية بقى المزعجة انها تخرج من جسمك انها تخرج من الجسد يعني هتقولي مثلا لابد ان المشاعر السلبية والأحسيس السلبية دي تخرج من جسدي الآن وتقولي أنا المسؤولة عن هذه المشاعر السلبية والتعلق بهذا الشخص وتقرريها ان لازم تخرج الآن الآن دي قرريها كذا مرة حوالي مثلا 3-4 مرات المهم ان انت تقرري التمرين ده لغاية ما تحسي انك فعلا بتتحرري من الشخص ده طيب بعد منه بتبتدي تسترجعي من عقلك الباطن ماشي الاحساس بتاع الفقدان احساس الفقدان بالشخص ده او البعد او البعد عنك وتسترجعي وتحسي المشاعر المؤلمة دي المشاعر السلبية دي وقدي سماح لعقلك الباطن ان هو يسمح لك لظهور الاشياء المؤلمة دي والمشاعر السلبية بحيث ان هو يخرجها لك لعدة ثواني يعني كأنك بتكلمي شخص معاك ان عقلك الباطن ده شخص معاك ما قلتلكو قبل كده في الاوديو لفاك التعلق الا قبل كده تمام وتسألي نفسك امتى استطيع التحرر من المشاعر السلبية دي والاحساس السلبية دي وامتى اشعر بالتحرر من الشخص ده وامتى اسمح له والنفسي اني يعيش بحرية بدون قيود بدون قيود او تسلط مني عليه او تعلق بيه وبعد ذلك جاو بنفسك يعني بعد ما تخلصي ده ابتدي جاو بنفسك بقولت ايه نعم انا استطيع التحرر من هذا الارتباط وهذا التعلق بهذا الشخص وهسمح للمشاعر والاحساس السلبية انها تخرج من جسدي الآن وتقرريها ان انت هتخرجي من جسدي الآن كل المشاعر السلبية وكل المشاعر السيئة دي اللي بتأثر علي انها تخرج من جسدي واننا المسؤولة عنها زي ما قلنا في الاولان في التمرين الاولاني يعني هتغديها بالتدريج الاول تكرري وتعقدي النية بفك الارتباط والتعلق زي ما قلنا في الخطوة الاولى وبعد كده تبتدي تسترجع من العقل الباطن المشعر والاحساس عند فقدان الشخص ده او الشيء ده وبعد كده تكرريها تاني اللي هو ان انا هقدر وانا المسؤولة عن فك التعلق ده وانا المسؤولة عن المشاعر والاحساس السلبية دي وانا اللي هاخرجها الان وعندي المقدرة الناس خلوا بالكوا أن موضوع فك التعلق بياخد وقت من شرط من شهر من شهرين بتفرق من شخص للآخر زي ما قلنا قبل كده موضوع التشافي بياخد فترة وده على حسب رغبة الشخص في أنه هو يتشافى ورغبة الشخص في فك التعلق قوة نيته بمعنى أصحى قوة النية تبدأي بعد كده تقرري أن أنا من النهاردة أنا أعرف أسعد نفسي بنفسي أنا أستحق أن أنا كل ما يؤتيني من الكون هو من حقي فاهمين؟ يعني دايما تحاولي تقرريها لنفسك أنك تقدري تستعيدي نفسك بنفسك أنك تقدري تسعيدي نفسك أن أنت واثقة من نفسك أن أنت الحاجات الأشياء اللي حوالين منك دي اللي بتأتيك من الكون وحوالين منك دي لاستخدمتها مش علشان أنا أبقى متعلقة بيها بالعكس لا خلي تعلقك ابتدي وجهي تعلقك بربنا ابتدي وجهي تعلقك بأن أنا أقدي صلاتي أعمل أسكار الصباح والمساء أبتدي أن أنا فعلا أبتدي أن أنا أتواصل وتواصل مع الله فإن أنا أبتدي أنظف شكراتي أبتدي أخرج للطبيعة أبتدي سواء بقى طبيعة حضائق أو سواء الطبيعة على بحر على شرط بحر وتفر المهم منك تخرج للطبيعة طبعا مش عايزة أقولكو أن الموضوع ده مهم جدا جدا الثقة بالنفس مهمة جدا جدا حب الزات وحب نفسك والوصول إلى ذاتك دي مهمة جدا جدا ناس كتيرة جدا أنا كده خلصت التمرين علشان لو حد حابب أنه هو ينهي الأوديو أوكي لكن أنا كان ردا على بعض التعليقات لبعض الأشخاص كانوا كاتبين أنت مغرورة جدا أنت مش عارفة إيه لا حاولوا تفرقوا ما بين الثقة بالنفس وما بين الغرور أنت لما هتعملي تشافي وهتوصلي إلى أن أنت ربنا يكرمك وتوصلي فعلا للتشافي وفك التعلق هيبقى عندك ثقة بنفسك آه ثقة بنفسك زيدة عن اللزوم لكن مش غرور لأن ما بين الثقة والغرور هي شعرة وربنا يكفينا شر الغرور يعني الحمد لله رب العالمين ولكن لازم تتأكدوا تماما بالنسبة للناس اللي بيقولوا أنت ليه بتذكري كذا فتوأم الشوالة لازم تفهموا كويس جدا جدا يا جماعة أن أنا بعملكوا كأخواتي كأصدقاء لي أحنا هنا في القناة قلنا بنفيد بعضينا أولا أنا لما بشرح علشان بس كان أحد المتابعات كانت كتبة أنت بتشرحي كل حاجة على نفسك ما أنا من بداية ما بديت قوديوهات وفيديوهات لكم ابتديت قلتلكوا أنا بشرح لكم من خلال تجربتي تمام من خلال اللي بقرأه من خلال اللي أنا عملته في حياتي من خلال اللي أنا شفته في حياتي من خلال الحالات اللي حوالين مني من خلال تجارب الآخرين اللي حوالين مني فياريت بعد اذنكم اي تعليق سلبي انا مش هسمح بيه على القناة اي تعليق مهين لاي حد حتى من المتابعات اللي بيخشوا بيخطوا تعليق للاخرين في اي حاجة مش مزبوطة هاتطر بالبلوك للشخص اللي حط التعليق وهاتطر بالابلاغ عنه لان ما نسمحش النفسنا ان احنا نتعدى على حرية الاخرين ما يسمحش النفسنا ان احنا ندي قرار على الاخرين بانهم غلط احنا مش ملايكة كلنا بشر كلنا بنغلط كلنا سواسية في اختلاف في صفاتنا في اختلاف في طبيعنا ولكن اه ما بنشبهش بعض ولكن ده ما يدناش الحق ان احنا نحكم على بعض ما ينفعش نحكم على الاخرين الاخر لو غلط في بداية علاقة بالنسبة له سواء علاقة طبق مشوالة او علاقة عاطفية او او انا مش مش محاكمة لي ان انا احكم عليه انت وحش او حلو بالعكس ان الله غفور ورحيم ربنا فتح باب التوبة والمغفرة الى يوم الدين فحضراتكو احنا هنا مش بننصب محكمة للناس او مش بنحط المحاكمة للاخرين او نحكم على اراءهم لا وارد جدا انه ممكن يكون حد اخطأ وارد جدا معنى ان انا بقول ان هي العلاقة روحانية والعلاقة ربانية والعلاقة جاية الهية من عند ربنا فعشان تعلمنا دروس معناها ان بقى ابتدي افاهم لان فيه ناس بتخش شباب صغيرة او بنات صغيرة بتبتدي تقولك انا في توقم شوالة وهم لسه صغيرين 18 سنة 19 سنة لسه ما شافوش حاجة من الدنيا وتبتدي تقول انها توقم شوالة وتبتدي ممكن تضيع وتضيع عمرها في خلال ان هي قاعدة منتظر ان هي توقم شوالة فده لفت نظر بس لاحد المتابعات اللي بتكتب تعليقات الغرور ربنا يكفينا شره ومرسي جدا ليكم واشكركم ويريت لو عجبكم الاوديو اللايك الجميل بتاعكم ومرسي لمتابعتكم ما تنسوش اللي ما اشتركش في القناة سابسكرايب يشترك في القناة عشان يوصلوا كل الاوديوهات بتاعتنا شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا